الجلسة السابعة أسلحة النعمة التواضع يسمح لعمل قوة الله الكبرياء يعرضنا لهجوم العدو أعتقد أن أمى بأكمالها يمكن أن تتغير بالإيمان الموجود في هذه القاعة أمين؟ مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج لا تستسلم أبدا نحن في الجلسة السابعة عنوان الجلسة أسلحة النعمة سنغطي الفصل التاسع والعشر تفضلوا بالجلوس كي نبدأ يا له من أمر عظيم أن أكون مع إخوتي المحاربين أريد أن أقرأ لكم جزء من الكتاب في أفاس الستة تنشر يقول بولوس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلطين مع أولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات كل ابن من أولاد الله هو في حرب إن لم نكن في حرب فنحن إذن من هذا العالم ونحن مخدوعون في ظننا أننا ننتسب لله لو افترضنا أنكم تعيشون في ألمانيا في أيام هتلر إذا كنت من سلالة ألمانية فإنك تستطيع أن تعيش في سلام في راحة كل يوم يمر عليك مريح وعادي أما إذا كنت من اليهود فسوف تعيش حياتك في حضر ستعيش بطريقة مختلفة تماما عن أي شخص ألماني هل تتابعون ما أقول اليهود الحكماء هناك سلحوا أنفسهم لذلك نجوا من الاتحاض والتعذيب وحتى القتل دعوني أقول لكم إن إبليس وأعوانه أفضع بكثير من هتلر إذا كنت من سلالة إبليس فأنت لست هدفا له وقتها أنت لا تحتاج أن تكون في وضع الاستعداد للحرب قال يسوع للقادة الدينيين أنتم من هذا العالم ثم كان أكثر تحديدا فقال لهم أنتم من أب هو إبليس رغم أنهم كانوا يعتقدون أنهم يخدمون الله لكنهم كانوا يخدمون إبليس وأعلن يسوع ذلك بكل وضوح فالعالم الذي نعيش فيه وانتبه لذلك جيدا يعادي كل ما يرتبط بالله أعلن يسوع هذا بوضوح عندما قال في يحنى 15-19 لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغدكم العالم لا مجال لتحوير هذه العبارة قال يسوع العالم سيبغدكم لأنكم تتبعونني أمر آخر مهم عن التسلح هو أن نعرف كيف نستخدم هذه الأسلحة التي نمتلكها الأسلحة التي نحارب بها بحسب ما ذكره الرسول بولوس ليست من هذا العالم بالعكس إننا نمتلك قوة إلهية تهدم قوى العدو قوة إلهية ما الذي يتكلم عنه عندما يقول إن لهم قوة إلهية إنها نعمة الله حسناً إذا تعمقنا فيما كتبه بوتروس سنكتشف أن قوة الله في حياتنا هي وجه من أوجه نعمته كتب رسول بولوس نفس هذه الكلمات لتيمثاوس فتقوى أنت يبني بالنعمة التي في المسيح يسوع فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح قال بولوس يا تيموثاوس تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع إذا كنا نعيش بهذا الفهم المحدود لمعنى النعمة أنها فقط لغفران خطيانا والتمنحنا تذكرة الدخول للسماء فإن هذه العبارة لا تعني لنا شيئاً لكن عندما ندرك أن نعمة الله هي قوته نستطيع أن نفهم ما قاله بولوس تقوى بقوته هذا ما يقوله بولوس أمين ماذا سنفعل الآن سنتعمق أكثر في رسالة بوتروس وعندها سوف نرى معاً شيئاً مدهشاً ذكره بوتروس سأقرأ عدداً من الشواهد الكتابية بهدفي أن تكون في بؤرة اهتمامنا سنركز على هذه الشواهد حتى نهاية دراستنا تقول رسالة بوتروس الأولى خمسة من أعداد خمسة إلى اتناشر كونوا جميعكم خاضعين بعدكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة أي قوة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم اصحوا واصحروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم وإله كل نعمة الذي دعان إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيراً هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظاً وشاهداً أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون قال بوتروس هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون كأن الروح القدس كان يعرف أن الكنيسة بعد ألف عام ستجعل دور النعمة قصراً على غفران الخطايا ودخول السماء لا أقلل من هذا الدور للنعمة وأشكر الله لغفران خطاياناً وأشكر الله لأنه أعطاناً امتياز أن نكون في السماء إلى الأبد من خلال نعمته لكن بوتروس يقول النعمة التي فيها تقومون بكلمات أخرى هي قوة الله التي تمكننا للحرب آمين؟ ما سنفعله الآن أننا سنبدأ في التركيز على هذا الجزء بمنتهى التفصيل وهو ما يبهجنا أعتقد أن الأمر رائع دعوني أقرأ عددي خمسة وستة مرة أخرى كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكنوا جميعاً خاضعين بعضكم لبعض وتصربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه كنوا خاضعين لبعضكم البعض بطريقة أخرى لنتحد معاً في إرسالية واحدة الخضوع يعني الاتحاد تحت مهمة واحدة لقد وفقت زوجتي أن تشاركني الإرسالية التي أعلنها لي الله تعلمت هذا من سيدة قديسة كيف يمكن أن يحدث هذا مع اختلاف شخصياتنا رغباتنا ونقاط القوة التي لدى كل منا الإجابة من خلال التواضع لأن الله يقاوم المستكبرين نحن لا نريد أن يقاومنا الله لكنه يعطي نعمة للمتواضعين أليس كذلك؟ لذلك يجب أن نسأل من هو المتكبر ومن هو المتواضع الشخص المتواضع هو ذلك الشخص الذي يثق ويؤمن ويطيع كلمة الله بغض النظر عما يظنه أو يشعر به أو يتمناه وبالتالي يتكل اتكالاً كاملاً على قدرة الله وليس على قدرته الذاتية أريد أن أقرأ لكم حبقوق 2-4 يقول الرب هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه والبار بإيمانه يحيا نرى هنا الكتاب يصف الكبرياء والإيمان على أنهما نقيضين يواضح الكتاب أن التواضع والإيمان صفتان متلازمتان وكذلك الكبرياء وعدم الإيمان دعوني أقدم لكم توضيحاً لهذا بعد خروج شعب الله من مصر تحدث الرب إلى موسى قائلاً أرسل رجالاً ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل رجلاً واحداً لكل صبت من آبائه ترسلون ذهب الاثنى عشر قائداً كما أمرهم موسى إلى أرض كنعان لمدة أربعين يوماً رجع هؤلاء القادة كان منهم عشرة رجال متواضعين أتحدث هنا بنوع من السخرية رجعوا وقالوا وجدنا الأرض تفيد لبناً وعسلاً ها هي الثمار التي أحضرناها لكن الشعب الساكن فيها عمالقة والمدن حسينة عظيمة جداً وهم قاتلون مهرة ويمتلكون أسلحة مدمرة إنهم يمتلكون أحدث الأسلحة نحن مجموعة من العبيد الذين نلنا الحرية منذ وقت قريب يجب أن نحمي زوجاتنا يجب أن نحمي أولادنا لا نستطيع أن نمتلك تلك الأرض أما الجاسوسين المتكبرون وقف أحدهما وقال ما الذي تتحدثون عنه إنهم طعامنا يجب أن نذهب إلى هناك ونمتلك تلك الأرض الله أعطاها لنا تحير الشعب من كلام هذين الرجلين شعروا بالراحة لأن القادة العشرة كانوا حكماء ومتواضعين ولم يفكروا بأنانية شعروا بالراحة أن الثنين فقط هم الذين كانوا آنانيين ولم يفكروا في زوجاتهم وأولادهم لذلك شعر جموع اليهود الذين كانوا حوالي ثلاثة ملايين شخص أن القادة الكبار سناً هم الأفضل والأكثر حكمة لكن المدهش أن الله يتدخل ويقول حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني ما بدى أنه تواضع لم يكن تواضعاً على الإطلاق بل في الواقع كان عدم إيمانهم هو الكبرياء لماذا؟ لأنهم كانوا يبنون كل حساباتهم على أساس إمكاناتهم وقوتهم لكن كالب ويشوع رأوا عظمة الله بالمقارنة للعدو وأسسوا تقديراتهم على نعمة الله بارك الرب هذين الرجلين ولعن باقي القادة أي منهم كان متواضعاً بحق وأيهم كان متكبراً إن الإيمان يستلزم اتضاعاً حقيقياً لأنك عندما تكون متضعاً تعتمد على الله وتثق في نعمته وليس في قدراتك عندها قدرة الله سترافقك طوال الرحلة لو أن الجواسيس العشر صدقوا موعيد الله لكانوا تحركوا وامتصروا وامتلكوا الأرض وخضعوا لكلمة الله بدلاً من أن يستخدموا المنطق البشري أي أنهم كانوا يخضعون لبعضهم البعض تحت إطار رسالة واحدة هذا ما كان يقصده بطرس عندما قال خاضعين بعضكم لبعض هو لا يقصد الخنوع والاسسلام أو أن يكون تحت عبودية لكنه يقول اخضعوا معاً لكلمة الله وصدقوها هل نقول جميعاً؟ آمين كمشاهد تستطيعوا أن ترى أن شعب إسرائيل يتصرفون معتمدين على قوتهم الشخصية هناك أوقات ستعملون من خلال نعمة الله وسيبدو كأنكم تعملون بقدرتكم الشخصية أنا متأكد أن بعض الناس الذين يطابعون تايلر تاونسن في سباق الجري يحاولون أن يعيقوه هل تعلمون أن الفرق المنافسة تتحالف لتعطيل تايلر تاونسن؟ أنا متأكد أنهم يعتقدون أن هذا الشاب موهو لكن الحقيقة أن نعمة الله التي فيه هي التي جعلته يفوز بالبطولة الموسم الماضي هل تتفقون معي؟ هناك أوقات تتجلى فيها نعمة الله كما كان الحال مع شمشون آمين التسربل بالتواضع يعني أن نلبس سلاح الله بدلاً من أن نتسلح بإمكانياتنا بوتروس قال سأعيد كلماته تسربلوا بالتواضع فتواضعوا تحت يد الله القوية يد الله تشير لقدرته يعني قوته إنها سلاحه كيف يمكن أن نطبق ذلك عملياً؟ أن نرفض أن نجعل خبرتنا أو خبرة الآخرين هي التي تفسر لنا كلمة الله بدلاً من ذلك نؤمن بها بغض النظر عن المنطق آمين وبالتالي نسمح لكلمته أن تكون القائدة لخبراتنا لمئات السنين ترسخت تلك القناعة لدى شعب إسرائيل أنهم لن يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم أمام جيش أقوى منهم ويمتلك أسلحة أكثر منهم ترسخت هذه القناعة فيهم لمدة أربعمائة سنة كانت مصر تستعبدهم لم يفعلوا أي شيء ليحرروا أنفسهم الله هو الذي حررهم يخبرنا الكتاب أن الله حررهم بيد قوية في خروج 13 تسعة يقول موسى لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر لكن الكتاب يخبرنا أنهم أسرعوا فنسوا أعماله أقول أسرعوا كان ذلك في خلال شهرين تمسكوا بسنين العبودية بدلاً من يد الله التي خلصتهم اليد القوية التي هزمت مصر تستطيع أن تهزم الكنعانيين جيوش الكنعانيين كانت أضعف كثيراً من جيوش المصريين كم مرة نفعل نفس الشيء كنا تحت عبودية الشيطان كنا أسرع لقوى الظلمة كنا عبيداً للخطيئة محكوم علينا بالموت وبالنار الأبدية لكن جاء الرب وأنقذنا لأنه ونحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا وأنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته هذه أعظم معجزة يمكن أن تحدث في العالم إن كان الله قد عمل هذا العمل العظيم لنا فكيف لا نؤمن أنه يستطيع أن يعتقنا من المرض الذي يحاول أن يهاجب أجسادنا أو قلة الإمكانيات المدية أو يهابنا الحكمة التي نحتاج إليها كل هذه المصاعب أقل قوة من العدو الذي هزمه وأعتقنا من مصر التي كانت رمزاً للعبودية أمين من المحزن أن يساء فهم التواضع على أنه ضعف أو جبن أو رخاوة هذا ليس تواضعاً أمين في الواقع يعلن الكتاب عن أشخاص متواضعين بحق لكن يساء فهمهم على أنهم مغرورون إذا تأملت في داود ذو الستة عشر سنة كان إخوته الثلاثة الأكبر منه في الحرب قال له والده خذ تعاماً واذهب افتقد سلامة إخوتك ترك داود الأمتع التي معه مع حافظ الأمتع وذهب ليفتقد سلامة إخوته الثلاثة ليجدهم في وضع غريب مختبئين بين الصخور وهم يرتجفون ينظر داود إلى إخوته للأخ الأكبر ثم ينظر إلى العملاق الفلسطيني ويتساءل من هو ذلك الفلسطيني الأغلف؟ عندما قال داود هذه الكلمات تضايق منه أخوه الأكبر وقال له وهو يعنفه أنا علمت كبرياءك وشر قلبك سمويل الأول 17-28 في ترجمة تي اي في يقول أنت شخص صفيق في ترجمة ن اي في تقول أنا أعرف مدى غرورك من الواضح أن ألي آب كان يرى داود متكبراً ومغروراً من هو المتكبر؟ في الأصحح السابق أتى نبي الله وقال ليسة واحد من أولادك سيصبح ملكاً من الطبيعي أن يحذر يسة ابنه ألي آب فهو طويل يبلغ طوله ستة أخدام وخمسة بوصات ووزنه مئتي وستين رطلاً كان يبدو وكانه أحد أبطال كمال الأجساب لكن الله قال لسامويل أني قد رفضته هناك سبب واحد يجعل الله يرفض الإنسان وهو الكبرياء الشيء الذي اتهم به ألي آب داود كان يعاني هو منه اعتمد ألي آب في حساباته تجاه هذا العملاق على إمكانياته الشخصية لكن داود اعتمد في حساباته على نعمة الله رأى داود ذلك العملاق من منظور الله وقال يحبسك الرب في يدي أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود ظنوا أن داود متكبر لكن الرب يقول وجدت داود ابن يسة رجلاً حسب قلبي رفض ألي آب من الله بسبب الكبرياء الذي اتهم به داود سيسعدني أن أسمعكم تقولون آمين دعوني واضح أننا أحياناً لا نفهم معنى التواضع في الكتاب المقدس تابعوا معي في سفر العدد سنجد في الأصحاح الثالي عشر والعدد الثالث الآتي وأما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض يا لها من عبارة هل كنت تشعر بالبهجة إذا قيلت هذه العبارة عنك حليماً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض بالتأكيد ستسعد لو أن أحداً وصفك بهذا الوصف لكنك بالتأكيد لن تتجرأ وتصف نفسك بهذا الوصف من كتب سفر العدد؟ موسى نحتاج لرجل متواضع جداً ليكتب عن نفسه أنه أكثر الناس تواضعاً هاي مان هل تتخيل أي وعظ يقف في مؤتمر ويقول أنا متواضع أريد أن أعلمكم عن تواضع اليوم سنسخر منه لكن هل تعلمون أن هذا ما قاله الرب يسوع؟ قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب قال أنا متواضع دعوني أعلمكم هذا التواضع المعنى الحقيقي للتواضع أن يصبح داخلنا وليس مظهراً خارجياً يقول الكتاب تصربل بالتواضع كيف نلبس شيئاً لا نعرف أنه موجود تتفقون معي؟ ألبسوا هذه الملابس اليوم عن قصد فأنا ألبس ما هو على جسد الآن لذلك يجب أن تفهم معنى التواضع إذا كنت ستلبس التواضع التواضع يعفظنا ثابتين قولوا ثابتين كولوسي 2-18 يقول لا يخسركم أحد الجعالة راغباً في التواضع الكاذب هذه الأمثلة تجسد التواضع الكاذب الذي له مظهر الحكمة لكنه يخدعك فأحرمك من المكافأة التي لك في المسيح كثيرون من الناس يتوهون عن قسمتهم في المسيح هل تعرف ذلك؟ ثلاثة ملايين شخص ضلوا عن الوصول لمقصدهم سألني أحد القادة يا جون هل تفضل أن تعظ لثلاثة ملايين شخص أم لاثني عشر قائداً؟ قلت أفضل لثلاثة ملايين قال إجابة غير حكيمة لأن عشرة قادة حربوا ثلاثة ملايين من الوصول لمقصدهم الأفضل أن تعظ لاثني عشر قائد عن أن تعظ لثلاثة ملايين كلمات حكيمة نحن مدعون لنكون قادة مؤثرين هل أنت متسلح بالتواضع وتخضع تحت يد الله القوية أم أنك تتظاهر بالتواضع لكنك تتكل على قدرتك وإمكانياتك؟ يكتب الرسول بولوس ويقول أن أفكارنا خططنا اتجاهاتنا التي تحيد عن كلمة الله تبدو أنها لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية خطة الله لنا جميعا هي أن نختبر النصرة الكتاب يقول أعظم من منتصرين جيل كالبا ويشوع كان مخططا له أن ينتصر الإيقاب كان يجب أن ينتصر قبل وصول داود لكن التواضع الكاذب سلبهم قوتهم وقدرتهم على التمسك بالوعود وامتلاك الأرض وحرمهم المكافأة كما سلبهم المكافأة الأبدية لذلك يحصون الرسول بولوس مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين لا تكون حكماء عند أنفسكم الذهن المتواضع ليس حكيما عند نفسه لن أنسى ذلك الوقت الذي فيه اتصلت بنا إحدى المجلات العالمية وقالوا نحن نكتب مقالا عن موضوع معين ونريد أن نأخذ رأي جون نحن سنأخذ أراء بعض القادة المؤمنين في هذا الأمر قلت لمساعدتي عندي رجاء أتركيني هذه الليلة فقط لأفكر في الأمر كان الأمر يزعجني تماما كما تشعر بالضيق لاحتكاك أظافرك بالسبورة هذا ما كان يحدث داخلي وعندما رجعت إلى البيت في تلك الليلة شاركت ليزا وقلت لها هذا الأمر يزعجني في الصباح التالي أدركت السبب أشكرك يا رب أيها الروح القدس أشكرك جدا لا قيمة لي بدون نعمتك ثم ذهبت إلى ليزا لا قيمة لي بدون ربي وزوجتي قلت لها ليزا ليزا أعتقد أني عرفت السبب من أكون أنا حتى أعطي رأيا أنا مجرد سفير الكتاب يقول أننا سفراء عندما يرسل السفير لدولة ما فهو لا يتحدث عن أفكاره وأرائه هو لا يتكلم بكلماته لكنه يوصل كلمات المالك لتلك الدولة إنه كبرياء بل وجراء أن أقدم رأيي هذه المجلة أتت إلي كمندوب عن المسيح أنا سفير للمسيح من أنا لأقدم رأيي فقلت لمساعدتي أرفض الأمر لن أقدم أي أراء هذا الموقف ذكرني ببداية خدمتي كنا في حالة عدم استقرار خلال السنوات الأربع الأولى كنا نسافر في سيارتنا الصغيرة أديسون في كرسي الأطفال وأوستن في الكرسي الثاني أمتعتنا مكدسة الشرائط والكتب في علبة بين الكراسي كنت ستضحك من قلبك إذا رأيت سيارتنا المكدسة كنا نقود السيارة في كل مكان ونعظ في الكنائس نذهبوا لكنائسة صغيرة نعظ بكل قلوبنا أنا وليزا أتعرفون؟ عملنا باجتهاد أنا والكسكين وكنت أمينا وحتى في الكنائس الصغيرة كنت أعظ كما لو أني أعظ لعشرة ألاف شخص فكرت في داخلي أنا مدعو للخدمة بين أمم كثيرة في أحد الأيام بينما كنت أصلي في مكان منعزل في فلوريدا قال لي الله كنت أمينا جدا معي أرسلتك لكنائسة صغيرة وكنت أمينا وهذه الكنائس لم تكن مؤثرة في مجتمعاتها هل يمكنني أن أقول هذا؟ هناك كنائس صغيرة ومؤثرة في مجتمعاتها وهناك كنائس كبيرة غير مؤثرة في مجتمعاتها إنها مجرد أماكن للتجمع كنت أذهب لكنائس الكثير منها غير موجودة الآن لكن في كل الأحوال كنت أذهب لكنائس لم يكن لها تأثير كبير لكن الرب قال لي لقد امتحنتك كنت أمينا في الصحراء وسوف أباركك أكثر مما تتخيل قال سأبدأ في إرسالك لكنائس مؤثرة ستعد في أماكن لها تأثير قوي على مجتمعاتها بل على كل منطقتها ثم قال وسأباركك ماديا أكثر مما تتصور واستمر في إعلانه لنا عن البركات التي سوف يباركنا بها بقيت في مكاني مندهشا كان الله يتحدث إلي ثم قال لي بعد هذا الحديث الطويل عن البركات سيكون هذا امتحانا لك قلت يا إلهي ثم قال هل ستستمر تثق فيي في كلامك على المنبر أم ستبدأ في تقديم آرائك الخاصة هل ستستمر تثق فيي في الأمور المادية هل ستطلب إرشادي في كيفية صرف المال أم ستقول لنا مال كثير إذا نستطيع أن ننفقه قال هل ستتخذ قرارات مبنية على رغباتك أم أنك ستستمر في طلبي مشورتي عدت وتكلمت مع زوجتي أخبرتها بكل القصة نظرت إلي بهدوء أكثر ما أحبه جدا في زوجتي أنها تخاف الرب لهذا لا أتردد في أن تسافر زوجتي إلى كل أنحاء العالم لماذا؟ لأني أثق فيها تماما لماذا؟ لأنها تخاف الله عدت إلى البيت وأخبرت ليزا لن أنسى تلك الليلة ونحن نجلس في المطبخ قالت لي ليزا عندما سمعت الجزء الأول من رسالة الله لك كنت أرقص من الفرح وبعد أن سمعت الجزء الثاني سأسقط مخشيا علي قلت هذا هو رد الفعل الصحيح لأنك تخافين الله الله وعدنا أنه سيباركنا لكن اسمع لما قاله الرب لي يا بني كل أبناء يجربون في منطقتين القفر والوفرة لقد قال إن معظم الذين سقطوا لم يكونوا في القفر في القفر تثق في الله في كل شيء لكن معظم الذين سقطوا سقطوا في الوفرة الكبرياء خادع جدا أعتقد أنه من أكبر أسلحة العدو المؤثرة التي تعيق إنهاء السباق من نجاح المتكبرون يفقدون الرؤية نقول يفقدون الرؤية فهم لا يرون العدو وهو يتقدم فهو يضربهم من الخلف كم سمعت من الذين فقدوا كل شيء عبارة لم أرى الخطر قادما هناك سبب لهذا إذا تأملت سلاح الله نجد أن كل أجزائه للدفاع من الأمام تأمل الدرع ترسى الإيمان فهو يحميك في المواجهة من الأمام إذا ما الذي يحمي ظهورنا؟ إشاعية 58 يقول ومجد الرب يجمع ساقتك لكن الرب يقول مجدي لا أعطيه لآخر عندما يدخلنا الكبرياء نفقد حمايته لظهورنا ويصبح هذا الجزء مكشوفا للعدو تعرفون سهولة أن يضربك العدو من الخلف عندما لا تكون منتبها هذا ما يحدث لك من العدو عندما تتكبر تتفقون معي؟ عندما نعطي لأفكارنا الأولوية على أفكاره فإننا نعمل من خلال كبريائنا وبالتالي نفقد حماية ظهورنا عندما أرى المعرفة المشوهة عن التواضع والكبرياء أرتجف يقول الرب في هوشا 4-6 هلك شعبي من عدم المعرفة كم من الأشخاص هلكوا بسبب عدم المعرفة إن كان علي آب قد أساء فهم تواضع داود وظنه كبرياء إن كان الجواسيس العشرة بل وكل الشعب قد أساءوا فهم تواضع كالب ويشوع واعتبروه كبرياء فماذا عن اليوم؟ أستطيع أن أشبهها برحلة طويلة أنت في رحلة طويلة بسيارتك وصلت إلى تلك المنطقة التي بها ثعابين سامة وحيوانات مفترسة هذه الحيوانات والثعابين السامة لن تتردد في افتراس الإنسان تقرر أن تخرج من السيارة لتتناول طعامك فتصبح طعاماً كنت تجهل طبيعة هذه المنطقة الخطرة ذهبت أنا وليزا في رحلة سفاري في أفريقيا كانت من أمتع الأوقات التي قضيتها أنا وزوجتي التجول في السفاري ورؤية الأسود والنمور أرادت ليزا أن تربط على أسد الأمر الذي لم أصدق بدأت ليزا تحرك يدها تجاه الأسد ونحن داخل السيارة فقلت لا تفكري في هذا الأمر كانت تدلل الأسد وتقول مرحباً أيها الأسد قلت لا تفعل ذلك يا عزيزتي لأنها كانت تحب الأسد كتبت ليزا كتاباً بعنوان أنثى الأسد يجب أن تقرأه إنها رسالة رائعة كنا في ضيافة القصوص في جنوب أفريقيا في هذا المكان الرائع كنا نقيم في عشة خاصة مجهزة تضاهي فندق خمس نجوم كانت تجربة متفردة أعجبتني كل زوجين كانوا يقيمان في عشة منفصلة كانت بساحة العشة حوالي ألف وربعمائة قدم مربع في منطقة المطعم كانوا يشعلون النار على الطريقة الأفريقية وكانوا يقدمون مجموعة من الأطعمة الشهية في الليلة الأولى بعد تناول تلك الوجبة الشهية الأفريقية قادنا الحارس إلى عشتنا التي كانت بعيدة عن مكان المطعم كان الحارس يقودنا ممسكاً بضوء في يده وقال لنا لا تغادر العشة في أي وقت أثناء الليل وأكد لا تغادر العشة في أي وقت أثناء الليل دون حراسة لا تغادروها دون حراستنا قال لا توجد أسوار هذه الحيوانات تفتش عن فريستها طوال الليل لا تخرجوا لتأخذوا وجبة سريعة وإلا ستصبحون وجبة سريعة قلت في نفسي لن أغادر هذه العشة حتى تشرق الشمس ويأتي شخص ليقرأ علي الباب هل تعرفون؟ كانت لدي معرفة كافية بما يجري من حولنا تفهمون ما أقول؟ الأشخاص الذين لا يفهمون معنى الكبرياء والذين يفتقدون المعرفة كالذين يخرجون من عشاشهم في الليل لأخذوا وجبة سريعة وينتهي بهم الأمر أن يصبحوا تعاماً لتلك الحيوانات المفترسة من المهم أن نلبس التواضع ولا نستطيع أن نفعل ذلك إلا عندما نفهم المعنى الحقيقي للتواضع أرجو أن أكون قد وضحت لكم المعنى الحقيقي للتواضع في هذه الجلسة الجلسة الثامنة اطرح الأثقال كيف تتفاعل مع الضغوط؟ لماذا نقبل تدريبات الرب يسوع بإيمان؟ ترجمة نانسي قنقر